قال لا نحن شباب في قرية هل يجوز نكسر قبة دون الحاكم وشكرا ما بجوز يا اخ انت كان بجوز تكسر ما بتبقى المسألة فوضى فهمت كلامي انت كسرت قبة بكرة الصفية بجيب كسروا الجامعة حقكم يقول لك ده جامع بتاع وهابية طواغط يكسروا الجامعة في انت بعشية تجاعد في بيتكم مع امك بيجيب الكراكة من تحت بخموا البيت اتا امك بخموكم كلكم يقول لك ده بيت تعفو الساق وفي بيت دعارة هنا لا في دعارة ولا في حاجة شكده العلماء قالوا اه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان باليد لو كان باليد لا يجوز الا لزوي السلطان انت عارف مما تبقى فيها يد ده اليد يعني انت باني ناسة شايفين الصفية انت قالنا ما شايفينهم هذا البهي جاي قاعدين هذا البهينة حميدة بي صلعته هذا لكن نحن ما بتجوز لنا نغير بيدنا تشوف حميدة شغال بيبيع في الحجبات انت بجوز لك تمسك المايك ده بس تقول ليه وما بجوز النبي قال انما الرقى والتمائم والتي ولا شرك بس حدك المايك ده اول ما قال لك الراجل تعاشر الحجاب ده الراجل تعال قول لي لا لا ده ما موضوع هنا ده الحكومة تجيك الحكومة بيجريدر ده موضوع بخص الحكومة الحكومة تخليك تشتغل ده مسئولية بتخصها هي لكن ازالة المنكر باليد من شؤون الحاكم الدليل على المسألة دي شب ما تتخيل انه المسألة ساعة العلماء قالوا كما قال النووي رحمه الله تعالى في اه شرحي على مسلم لما جاء رجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فواحد قال لأدب زمان هم قال لأدب دي الماسه برا من زمان في شفوت من بدره ده قال لأدب يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنايم طبعا ده ما المنافخين بيصهروا لك مع القروش انت لو الشغل فلس ساعة يصدر حلقاتنا دي ناشفة ما في حاجة في قروش جاي انوزعيني بعت انتالي الحلقة ولا المنافخين ولا بيجوا بس بيجوا الناس دار يستفيدوا لكن المنافخ بيكون راجد في بيتهم اول ما يسمع بانه في قروش بيوزعوها بليف عمته بيجي قل لك الليل الحلقة بتبدأ الساعة كم ما منافخ جاي للقروش في امتى فالرجل ده كان ساكت زمن تخيل لابت قاعد مع الصحابة وساكت زمن ما سيخشمه عليه اول ما جتهب من اليمن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه لاربعة لانه النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم يقسي يدمنوه ويمنع منوه عنده فقه في المسألة دي النبي عليه الصلاة والسلام قسمه بين اربعة طوالي نطل مجرم دات قال لي اعدل يا محمد فينك لم تعدل شفت يا صلاة ده ايه عامل فادار يا ايضا البسالسولان كويس فعمر بن الخطاب جير السيف قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق ده منافق خلينا اضرب عنقه كويس النبي صلى الله عليه وسلم قال له دحه حتى لا يقال محمد يقتل اصحابه العلم قالوا الشاهد negotiate عمر ما كتلوا ساي ما كتلوا استاذا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم عشان كده العلماء قالوا لا يجوز إزالة المنكر باليد إلا بإذن السلطان حكومة فيه تستأذن من الحكومة لو أزنت لك ما علاش ما أزنت لك الحكومة تجيب بعيد تعاين فيه وسائل منافق أي بس تعاين فيه بعينك أو أتمد يدك لأنه المسألة بتبقى فوضى أنا بغتص منك إت بتغتص مني أنا بتدعي إنك إت كفرته إت بتدعي إنه أنا كفرته وهكذا وحتبقى المسألة فوضى لذلك المسائل دي مربوطة لشنو بالحاكم